اشتركوا في القناة ثم حمل أطول رجل في الجيش على أعظم بعيد في الجيش فمر تحته قال هذا معناه هنا كانت سريع ثلاثمائة رجل وكلمة مع عويدة فأصبهم الجوع حتى أنهم كانوا يعني يأكلون الخبط ثم أتاهم البحر قزف لهم البحر عنبرن قال فأكدنا منه حتى ثابت أجسامنا فأخذ عويدة ضلعا من أضلعيها فوضعه ثم حمل أطول رجل في الجيش على أعظم بعيد في الجيش فمر تحته وهذا معناه أنه كان كبيرا جدا عنبر ويقال أن العنبر يعني ثمنه عالي جدا غاري الثمن جدا وهذا قزفه البحر الفئة دلالة على أن ميتة البحر جائزة هو أبو عبيد استحله على أساس أساس أنه ميتة وقال حرمة عجل ماتته قال فمن اضطر على باغ ولا عادل فقال نحن في مخمصة فحلها على أنه في مخمصة والصحيح في أداء الباب كما قال عالماءنا كل ما في البحر حلل هو الطهور ماءه الحل ميتته ميتته هذه مضافة والمضاف دائما المضافي عم كل ميت البحر حلل وهو الذي سخر بحر تأكله منه لحما طيطريا وتستخرج منه حلية تلبس منه وفيها دلالة واضح جدا على أن كل ما في البحر حلل إلا مدلة دريل على الحرمة وعبو عبيدة قال نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فأكلوا يعني قد يقال أكلوا منها من باب الميتة هذا ليس بصحيح والحديث ظاهر صحيح قال هو الطهور ماء والحل ميتته وفي الحديث مع الرضا والبخارية أن أبو عبيدة أخذ ضلعا منه ليستوثق من الحكم عند قدومه إلى المدينة قال فلما قدومه إلى المدينة ذكرنا لذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضه فأكلهم الله أقول عوج الدلام هذه الرواية عندما بلغها في البيان بأكله منها ولم يكن مضطرا فاستفيد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاستياط وهذا قول الجمهور وهو الصحيح خلافا للأحناف الذين يعونوا أن الطفية ميتة لا تحل أكلها وهذا خطأ مبين والصحيح كما قال الجمهور كل ما في البحر حل أكله لأن الإنسان قال هو الطهور ماء والحل ميتته وشوف انظروا هنا سعة رزق الله خرجوا على الله ما فيها الآن نقول لكم ما قالوا هؤلاء الذين يعوننا ونستعينوا بغيرهم ولا نستعد بمن خزلونا فنحن الله جل على لا يغزلكم إن نصرتهم لا يغزلكم إن نصرتهم الله لا يغزلكم وإن أردتم الله جل فعلاء أراد الله لكم ما تريدون خرجوا وما عندهم طعام يأكلون ورخ الشجر فأخرج الله لهم عنبرا بطول وعرض البحر وانظروا يعني كان أي قوة وأي لحم وأي أيضا يعني أسمن ودك أخذوه أخذوه أكلوا وكانوا يمشون تحتهم العين فقط يجلس فيها عهد عليكم سلام عليكم حبيبي وفيه جواز أكل حيانا البحر المطلقة لأنه لم يكن عند أصحاب نص يخص العنبر علموا أن ما قزف البحر فهو على الحل لقول إنه سلام هو الطهور ما والحل ميتة اختلف العماء في ذلك على ثلاثة على ما كان له اسم محرم وأيضا اختلفوا على ما كان بر مائيا يعني ويقولنا التمساح والتمساح الصحيح الراجع أنه أنه مائي مائي وهتنفس الماء رزا فهو حل أيضا القرش سمق القرش ده كلام ما في كلام فيه ما إيش في البر أو في البحر سمق القرش أيضا حلال كلب البحر يعني الراجع أنه حلال لأنه ليس ككلب البر أما الضضع فلا لأنه سلمناها عن قتلها نعم أكل الأرنب سمق قد رحمه الله باما في أكل الأرنب قال أخبرنا أبو الوليد قال تعالي صوتك تخصي إلينا قال هشاب بن زيد بن أنس أخبرني قال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسع القوم فلغبوا فأخذتها وجئت بها إلى أبي طرحة فذبحها رضي الله عنه فذبحها وبعث بوركيها أو قال فختيها قال شك شعبة رحمه الله قال إلرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه مخقبلة قال إخبرنا يزيد بن حروم وعشبنا دعوذ بن لباله لا لا خاصة خلي 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 يزيد بن حروم طب هيا توأتو finish طال سنقتم الباب قال أن محمد بن صغفان قال أنه مرة رضي الله عنه أنه مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وفي أرنبين معلقهما قال يا رسولي إني دخلت غنم أهلي فاصطدت هذين الأرنبين فنمأجل حديدها أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكلوا؟ قال نعم هنا فيها أمور الأمر الأول بأنهم قال أنفجنا أثره من أجل الصياد هيقوا فجنا أرنبا أو استنفجنا أرنبا والأرنب بالذات سريع جدا ممكن يكون أفضل من الغزال في المراوغة في رجلها طول بيعطيها السرعة لغب القوم ما استطاعوا أن يحصلوها فأدركها هو وأخذها قال فاتكت بيها أبو طلحة فتبحها وبعث رسول الله سلم بوركها فأخذها وأبو طلحة شوفه زوج أمه ولما بعث إلى نفس سلم بوركها أكله نفس سلم جواز على هذا دلالة على جواز أكل الأرنب وهو قول كافة العلماء إلا ما جاء في كاراتياتة عن عبد الله بن عمر عن عكريم عبد السبعين وعن أبن حمد عبد الليلة من فقال واحتجب حديث خسيمة بن جزء قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا أكل ولا أحرمه قلت فإني أكله فإني أكل ما لا تحرمه رمى يا رسول الله ورمى يا رسول الله قال نبئت أنها تدمي وساند ضعيف ولو صح لماكن فيه دلالة يعني هي بتحييت لما أكل cheese كانت حييد أم لا لكن أكثر من أخي قال لي أنها تحييت والحيد وليس مانعا من حل أكلها والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأيضا فيها جواز استصالة الصايد من أجل أن يصيده من أجل أن يأكله وفيها الهدية وقبول النبي السلام أنها بعث له بالوارد فالنبي السلام قابل الهدية السلام كان يقبل الهدية ولا رده ويقول لو دعوني إلى كراء لا أجبت الدعاء الحديث الثاني فيه إمعان في جواز أكل الأرانب لأنه محمد صفوان مر على النبي السلام بأرنبين معلقهما فقال الرسول الله إن دخلت هنا بأهلي فاستطت هذين أرنبين فلم أجد حديد أو ذكهما وذكها بالمرد قال النبي السلام يصح التسكية عندنا هو أنهار الدم وقال الرسول الله إذا ذكرت اسم الله وأنهارت الدم فكل فكل شيء استيع أن يذبح به محددا ولا يعذب الحيوان يجوز خلى السن والظفر السن عظم عظم أو فلما يكون يرجع تعامل دي أهل الجن والظفر مموذي الحبشة وعاد نفي الفارق بين الحديد وبين المروى والقصب وما يؤدي نفس الغرات البنت أخذت صخرة مدببة ودبحت بها فقرها النبي السلام الجارية فعلى ذلك في هذا الحديث إيماء بجواز الزبح بكل محدد يقطع وجار السناءات بروات أخرى إلا الظفر والسن والجارية الصغيرة بنت صغيرة الجارية الصغيرة لبحته بالسبب لما وجد بدها بدي استخلصاته وذبحته سبحان الله جرأة وقوة وأباح لهم الأكل منها وهذه كما قلنا حتى لو كانت الحالة تدمي وهذا من أجل الولادة فإن أكلها يحل والأرنب أكله حلال بالإجماع ما أعرف أحدا قال بحرمة أكل الأرنب الفواد المصنبطة الأصل في الأطعم الحل مع لم يأتي دليل يحرم حصن خلق الله سلم في قبل هدية ولو كانت متواضعة ما أنهر الدماء وذكرت اسم الله فكل سواء كان مدببا كان زجاجا كان خشبا كان حجرا أن يكون مدببا وأن لا يؤذيها يؤذي الزبيحة يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم ترجمة نانسي قنقر